زي ما قام الحياتي دايما نشوف صلاح بيلعب بس انا عايز وكمل مع ليفر بول مش عايز ويمشي دلوقتي من ليفر بول وهنا لازم نطرح سؤالها يا جماعة ويديجي ممكن حدوتة بعيدة شوية بس بجد وراء تعالى من ضمن الامال يعني يعني انا رجل مش مهتم او بالكور انا بشجع النادي لنا لعبت فيه رياضة وانا صغير تمام فبشوف رحلة صلاح رحلة صعود ما شاء الله ما شاء الله عظيمة راجل بأمر ربنا وبتوفيقه صنع من نفسه نجما اصبح الاغلى على مستوى العالم في تقديم العروض المالية الي او للنادي اللي بيلعب معاه يعني محدش تقدم له عرض زي اللي تقدم لصلاح او عروض زي اللي تقدمت لصلاح يا جماعة ليفر بول هنديركو كذا واسيبوه لنا صلاح مرتبك كذا طب سنة جاي ان شاء الله ربنا يا ساق طب بص سنة جاي جات السنة جاي طب العرض بتاعك كذا ومرتبك كذا الى اخير نوادي اوروبية تانية عايزة هذا الرياضي المهول واللي عجبني في صلاح اكتر واكتر انه هادي وراسي وموزون الناس تهاجمه لا يستفز الناس تشيله وترفعه على الاعناق لا يصيبه الصلاح او الغرور كتبو الصلاح تقدمت صلاح ما تحطولنا صلاح حين حين وصحي حدوتة حدوتة رياضي شاب مصري ايوه احنا بنتكلم في صلاح كم سنة جماعة واحد وتلاتين سنة في عز الشباب ما شاء الله ربنا يديله الصحة ويفضل يلعب كمان تسع سنين ايه المانع عشان كده انا بقول انا عايزه يكمل من غير ما يشغل نفسه دلوقتي بانه يتحرك صلاح بيلعب في اقوى دوري مفيش حاجة شاب زي الفل خلقا زي الفل جدعانة كلنا عارفين جدعانة صلاح ومحبته لبلدته ولمحافظته ولوطنه والفرقة بتاعته اللي هي المنتخب الوطني ف انا عايزه يكمل معنى برفول مش عارف انا راجل ماليش في الكورة قوي يعني بس انا بقيت بشوف الكورة عشان محمد صلاح في شبان زغيرين كده هسميهم شبان هم مولاد زغنططين قد كده عيال لسه قد الركبة زي ما بيتقى لسه ما يعني اقولك ده انت بقى قد ركبتي العيال عايزة تطلع تلعب رياضة علشان تلعب كورة تحديدا عشان يبقى محمد صلاح انا شفت في لندن ناس هنود في محل صحاب المحل نفسه اول ما بقوله مصري قال لي مو صلاح مو صلاح والله ما بغز الناس بتحبه سبحان الله العظيم ربنا عايز له كده خلينا نشوف يا ترى ده فيه فنوس رمضان صلاح ايوه حالة امل حلم طموح اشتركوا في القناة